اشتركوا في القناة السبق في الدين له منزلة عظيمة نعم ليس الفضل لمن سبق ولكن الفضل لمن صدق أما من صدق وسبق فهذا في أعلى المراتب عند الله تعالى النفس أمام الخير والطاعة إن كانت تقية تسارع لأن الفرص ما هي إلا أبواب يفتحها ربنا جل وعلا ليريدنا أن نتعامل معه والتجارة مع الله رابحة لن تبور أما الذي يتردد عند الطاعة أو إذا فعل بطاعة نفسه الأمارة بالسوء الخبيثة تجعله يندم على أنه فعل إحسانا أو معروفا أو قام بطاعة هذا المتردد لا يفلح قال بعض الصالحين المتردد لا يفلح والملتفت لا يصل الذي جعل همته الآخرة كيف يرضي ربه هو ذو همة عالية إذا كانت الهمم كبارا تعبت في مرادها الأجساد صاحب الهمة يسابق وينافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في صورة الواقعة ذكر الله تعالى لأهل الجنة مرتبتان السابقون وأصحاب اليمين والسابقون أعلى رتبدا ودرجة من أصحاب اليمين لأن هؤلاء بادروا وسارعوا ما أندعوا إلى خير حتى كانوا من أول المسارعين إليه هذا دليل الخير النبي صلى الله وسلم فتح باب السبق لأصحابه حتى ينافسوا في هذه الخيرات لأن عمر الإنسان يمضي والفرص قد لا تتكرر والباب إذا فتح قد يغلق في لحظة من ليل أو نهار عمر الإنسان فيه صفتان الصفة الأولى أنه لا يتوقف عمر الإنسان يمضي سواء الإنسان مريض أم صحيح غني أم فقير مسرور أم كئيب وحزين العمر لا يبالي بأحوال الإنسان العمر يمضي ولا يتوقف والصفة الثانية في عمر الإنسان أن ما مضى منه لا يعود هل نستطيع أن نعيد عجلة الزمن إلى الوراء الأيام في حياتك ثلاثة أمس لا تملك منه شيء قد أحصى من لا ينساه وغد لا تملكه ويوم أنت فيه فاغتنمه هذه هي الغنيمة لذلك قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك شبابك قبل هرمك غناك قبل فقرك الحياة متقلبة لا دوام لها على حال فاغتنم هذه الفرص قبل أن تغلق الأبواب النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه السبق والتنافس مرة قال في حديث عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلين والنبي ومعه الرهط أو الرهيت هذه رؤية منامية رآها النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لي أنظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقلت من هؤلاء قيل هذا موسى وقومه فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم قلت من هؤلاء قالوا هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال هذا الحديث ثم دخل إلى بيت عليه الصلاة والسلام فخاض الناس في أولئك السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هم فقال بعض الناس لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا وقالوا أشياء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي تخوضون فيه فأخبروا فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون أي بالرقية التي فيها شرك وبدعة وخرافة وليس بالرقية الشرعية المشروعة الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محسن رضي الله عن قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم انظر إلى السبق والمبادرة قال أنت منهم فقام رجل آخر فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة هل الجنة ضيقة عن هذا الثاني حتى لا يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي عليه الصلاة والسلام ليس برحيم على أمته حتى يدعو لهذا الثاني كما دعا لعكاشة لا ولكن أرد أن يعلمهم المبادر والسبق من الذي يسابق إلى الخيرات الله يحب أن يرى التنافس الذين سبقوا إلى الإسلام لم يترددوا ولكنهم بادروا فكان لهم الأجر الأعلى والمنزلة الأرقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يتردد ولم يتلعثم لذلك كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ولا يرضى لأحد أن يغضب أبا بكر رضي الله عنه وفي مرة أغضبوه فقام بينهم خطيبا عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس لقد بعثت فيكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت ووساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي فأجهش أبو بكر رضي الله عنه بالبكاء لأنه سبق وصدق بل إن السبق إلى الطاعات تفتح للعبد أبواب الجنة الثمانية قال عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال ما اجتمعنا في أحد إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا كله من باب المنافسة الناس يتنافسون على مظاهر فارغة سيارة فارغة بيت كبير عظيم أسهم أموال الناس يقيص بعضهم بعضا على ما عندهم منطين وتراب وحطام أما المقييس التي يقاس بها الصالحون يوم القيامة فإنها كنوز القلوب التي لا يراها إلا الله كم في القلب من درة غالية من يقين وصبر وتوكل وإنابة هذه الكنوز والدرر هي التي يبحث عنها أهل الإيمان من أصحاب البصائر قال بعض الصالحين الدنيا كالبحر يطفو فيه الجيف بينما يغوص فيه الدر الدر واللؤلؤ هل يظهر نفسه على سطح الماء أم أنه في القاع يحتاج إلى من يحبس الأنفاس ويغوص حتى يحصل عليه لكن الجيفة بتصعد لفوق تراها على السطح كم من الجيف نراها في الحياة لا قيمة لها أما الدر المصونة فهي كنوز هذه القلوب هذا هو الذي سنخرج به من الدنيا السابق بالخير له أعظم الأجر وله منزل في الدين عند الله على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف بعض أشراف قريش أبو سفيان بن حرب عياش بن أبي ربيعة سهيل بن عمر وكان أيضا معهم بلال وعمار وخباب كلهم وقفون ينتظرون الدخول على عمر فأذن عمر رضي الله عنه لبلال وعمار وخباب وترك سادة قريش هؤلاء العبيد الذين كانوا عبيدا دخلوا أولا فأبو سفيان بن حرب قال ما رأيت مثل هذا إلا اليوم يأذن لهؤلاء العبيد ويدع سادة قريش على الباب فقال سهيل بن عمر وكان رجلا حكيما يا أيها القوم لا تلوموا إلا أنفسكم دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم هؤلاء القوم دعوا كما دعيتم أنتم ولكن كان لهم السبق فرفع عمر رضي الله عنه شأنهم وقدرهم هذا فوق درجاتهم عند الله في الجنة أما أنتم فقد دعيتم فتلكأتم وتباطأتم كم من الناس إذا دعي إلى طاعة أو إنفاق أو مجلس علم أو إلى خير ليقوم به في تنفيس كربة أو إغاثة ملهوف أو عيادة مريد أو شهود جنازة تجد يقدم رجل ويؤخر رجل ويتردد ويعمل ألف حساب ويطرح ويجمع وإذا هم بهم تراها مع الزمن تنقص هم أن ينفق ألف درهم بعد أسبوع أصبح خمسمائة إذا أرد أن يعطي الفقير أعطاه عشر دراهم فنقص من ألف إلى عشر ليس هكذا أصحاب الهمم العالية أصحاب الهمم العالية الذين يريدون المنافسة يسابقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نحن نريد السبق لنرضي ربنا الله تبارك وتعالى لا يجعل من أسرع إليه كمن أبطأ عنه والميادين والحمد لله كثير لننافس فيها ونسابق لأن السابق يحفظ وقته من الغفلة ويحفظ جوارحه من المعاصي كم من الناس أعطاهم الله النعم فأهدروها وضيعوها فلما ضيعوها ولم يشكروها ندم غاية الندم الله سبحانه وتعالى عندما يفتح لنا هذه الأبواب يريد منا أن نسرع إليها قبل أن تغلق عنا الله عز وجل قال في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات الذي يدخل في سباق هل يسابق مع نفسه أم مع غيره هو يسابق مع غيره إذن في هذا الميدان نحن نظهر أفضل ما عندنا لربنا الله ينظر إلى تنافسنا في فعل الخيرات ويباهي بنا الملائكة ومن كان سباقا بالخير أسرع الله تعالى إليه بكل خير قال ابن مسعود رضي الله عنه صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكأ أي أنه لا يضيع في زحام الحياة لا يتركه ربه ولكن الله تعالى يكون معه بمعيته وتأييده ونصره نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا سباقين إلى الخيرات إذا دعينا لا نتباطأ ولا نتكاسب ولكن يقول شعارنا لن يسبقني إلى الله أحد سأكون أنا أول السابقين أول الصفوف ألقاكم بإذن الله تعالى على خير وبر وطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقاكم بإذن الله تعالى